اهلا بكل حضرتكم جهود كبيرة بتقوم بها وزارة النقل لتعزيز نقل البضائع عبر العديد من المشروعات ومن ضمن تلك المشروعات محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الأسكندرية والذي تعد أحد أطخم المشروعات العملاقة التي تستعد وزارة النقل لفتتاحها ويهدف المشروع إلى زيادة التاقة الاستعابية للتداول والتغزين بالميناء من حويات وبضائع عامة الحقيقة أن محطة تحيا مصر بتعتبر من أهم مشروعات تطوير المواني البحرية وبدأ التحدي الكبير في إنشاءها في الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا على الرغم من القيود التي فرضتها الجائحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكركات العملاقة لإنشاء المحطة التي تتروح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وبتعتبر اليابسة فيها نسبة 15% من إجمال مساحة المحطة وقد استغرقت مدة رد مع 10 شهور خليني كمان أقول حضراتكم أن بعد مرحلة الردم بدأت أعمال تحسين التربة ثم أعقبها أعمال إنشاء العناصر الرأسية والأرصفة واستغرقت أعمال إنشاء البنية التحتية قرابة 24 شهر لتبدأ رحلة إنشاء المرافق والمباني وعلى التوازي مع ذلك تم التعاقد على شراء كافة المعدات الثقيلة للمحطة من أوناش الرصيف العملاقة وأوناش أيضا السحت الجميل بقى في هذه المحطة إنه تم وضع بها أوناش عملاقة هي الأولى في مصر حيث تم شراء أربع أوناش رصيف عملاقة للمرحلة الأولى والتي ستصل إلى عشر أوناش عند اجتمال الطاقة الاستعابية للمحطة وتستطيع تلك الأوناش التعامل مع صفن بطول 400 متر وحمولة 24 ألف حاوية مكافئة وبأعماق تصل إلى 17.5 متر والتي تعمل بأحدث النظم لتقليل أزمنة الشحن والتفريغ على الأرصفة لرافع معدلات الكشغيج والحماية ومتابعة الأعمال بالإضافة إلى 12 ونش ساحة في المرحلة الأولى والتي ستصل إلى 30 ونش باكتمال الطاقة الاستعابية للمحطة وكذلك 32 جرار لنقل الحاويات في المرحلة الأولى ستصل إلى 71 جرار عند اجتمال الطاقة الاستعابية للمحطة و92 معدة متنوعة وتعمل جميع معدات المحطة بالطاقة الكهربائية النظيفة والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى جمهورية مصر الهربية خليني كما أنا أقول حضراتكم أن محط الطحية مصر في ميناء الأسكندرية والمزمع افتتحها تعمل بالنظام الآلي في شحن وتبغيغ ونقل وتخزين الحاويات والبضائع من خلال مركز السيطرة وتحكم رئيسي في المحطة وبوابات حديثة تعمل ذاتيا في دخول وخروج الشاحنات وبالفعل بدأ التجليل التجريبي للمحطة في فبراير عشرين تلاتة وعشرين حيث توالى استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية وتم إنشاؤها برأس مال مصري مية في المية والتي يعمل بها أياد عاملة مصرية بنسبة زيدة عن 95 في المية وتوفر المحطة حوالي 1500 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة عمل غير مباشرة للقيام بأعمال استقبال السفن وأعمال تفريغ الآويات باستخدام أوناش رصيف العملاقة الجديدة كده نكون وصلنا مع حضراتكم من نهاية نزل التقطير بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة كنت معكم أنا من نياحيا وإلى اللقاء